إلى أبهى تمكنت دوريات الأمن بمدينة أبهى من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته ثم قام بإشهار السلاح الأبيض لعمال المحطة بعدها لاذب الفرار سبب من خلال أضرار وخطر للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع للنقود وأشهر السلاح أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبهى ثم هرب من الموقع مسبباً أضراراً بالمحطة فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وأشعرت النيابة العامة بذلك طبعاً إبراهيم نحن نتكلم عن قضايا أمنية ولله الحمد مرصودة والآن وجود الكاميرات في كل مكان حتى في محطات الوقود بشكل متكرر مسألة عمل الجريمة أو القيام فيها في النهاية الشخص الذي يقوم فيها سيلقى جزاء فمن الأفضل أن الواحد يبحث عن مصادر رزقة بالطريقة الحلال وبالطريقة الصحيحة بدلاً من أنه يقع في مثل هذه الجرائم واللي قد يتعدى جرائمها أو أسبابها أو أضرارها على أشخاص كثير متعلقين في مكان الحادثة كل مخالف الآن سيتم أخذ الحقمن وكذلك ننوه أن المواطن هو رجل الأمن الأول ترجمة نانسي قنقر